مؤتمر سان بوترسبورغ الاقتصادي بوتين يولي استقبالا خاصا لميلودار دوديك زعيم صرب البوسنة والذي تعرض لعقوبات امريكية بسبب انسحاب صرب البوسنة من مؤسسات اساسية للدولة المركزية بداية العام الجاري قرار اعتبرته الدول الغربية تهديدا مباشرا للامن في البلقان دوديك لا يخفي قربه من بلاديمير بوتين وهو الذي يقف وراء عدم تبني بلاده للعقوبات الغربية على روسيا بل اكد ايضا ان موسكو حليف اساسي وموثوق بالتزامن مع اعلانه رغبة صرب البوسنة في الانفصال الصرب ينتظرون الفرصة يجب ان نتحلى بالصبر ونتفهم التوقيت المناسب اوروبا مضطربة بمشاكلها الداخلية الصرب سيتخذون قريبا قرارا مهما بشأن مصيرهم في البوسنة الدعم الروسي لصرب البوسنة رافق بداية الحرب التي رافقت استقلال البلاد والاسباب عديدة روابط دينية وتاريخية واخرى ايدولوجية تجمع الروس والصرب وحتى مشاركة القوات الروسية في بعثة السلام الدولية تمركزت حصرا على الاراضي التي يسكنها الصرب رغم المعارضة الامريكية انذاك لم تكتفي موسكو بالتهديد برد قوي ان انضمت البوسنة الى الناتو لم تعد تخفي سياستها تجاه اوضاع البوسنة الداخلية اذ حذرت السفارة الروسية في سراييفو الغرب من زعزعة استقرار البوسنة باعادة كتابة مبادئ السلام لمصلحة الاتحاد الاوروبي وحلف الناتو على حساب شعب جمهورية الصربة موقف صريح جعل الامينة العام لحلف الناتو ينس سولتنبرغ يتوقع تحول الاراضي البوسنية لميدان تدخل روسي جديد اما الرد الميداني فقد تجلى برفع الدول الاوروبية لاعداد قواتها في البوسنة في اجراء وصفته بالاحترازية